السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير? معاكم احمد نصر من النهاردة حلقة جديدة من سلسلة والنهاردة معنا تطبيق يعني احترافي جدا وتطبيق مختلف تماما وهو واحد من افضل البرامج اللي في كل حاجة انت محتاجها اه لو انت مستوىك من فوق المتوسط ويحابب ان انت تقوي اللغة عندك فالتطبيق ده مفيد جدا جدا ليك. طيب عندنا هنا تحت فيه هتلاقى والحاجة بتاعك تمام? اه طبعا تقدر ان انت اه تزبط كل حاجة بقى وفي هنا طبعا اه ده لو انت حابب تعمله تمام? اه يعني هو متوفر بتاع السنة اه بتلتمائة ستين جنيه لو انت حابب تشترك فيه كأنك خدت فيه مكان ولكن هتلاقى عندك حاجات كتير جدا. تمام? اه هنا طبعا بيوضح لك كل حاجة ولكن اه اه بيبين لك المستوى بتاعك الليفل بتاعك انت مستوىك ايه في اللغة? اه بيوضح لك هنا والحاجات دي ولكن دي لما تفتح طبعا اه البرو بيوضح لك كل حاجة. تمام? هنا طبعا بيعمل لك اه على الحاجات مسلا اه الكلمات اللي انت نطقتها صح والكلمات اللي انت نطقتها غلط. اه هنا طبعا لو في عندك موجودة. اه ولكن يعني اه هنا ده كل حاجة طبعا بيقول لك اه انت بتحدد قبل ما بتخش بتعمل اه تحديد هدف وهنرجع نبدأ من البداية البرنامج عشان نوضح لكو ازاي تعمل الاعداد. يلا بينا نروح نشوف البرنامج بيشتغل ازاي. خلونا نشوف البرنامج بتاعنا بيبدأ ازاي? هنا طبعا اول حاجة بيقول لك اه اه تعمل لو انت مش معك اكاونت بتدوس تمام? هنا طبعا بيعمل لك اه تحيات بتاعته بقى وهكذا ويفضل يدي لك رسالة توحيب كده وبعد كده بيقول لك تمام? هنا طبعا بيقول لك انت عاوز اه تدرس او تمارس اللغة ليه? هنا طبعا عندك حاجات مختلفة جدا اه انت بقى انت ومزاجك ممكن تقول له لو انت عاوز اه ان انت تدور على اه وظائف او يبقى في فرص للعمل لو انت عاوز تتعلم اه العيشة او العمل في الخارج تمام? لو انت حابب الثقافة والمتعة وما الى ذلك بتعمل بقى عندك هتلاقي في حاجات كتير جدا تمام? هنا طبعا بيقول لك وطبعا هنا يفضل اه على حسب بقى انت ومزاجك ممكن تعملها ارابيك ممكن تعملها انجليش انت ومزاجك. هنا طبعا بيقول لك ما هو مستواك اللغوي? هنا عندك طبعا تمام? فهنا طبعا اه انت وي اه برضك اه قدرتك بقى انت وآ وي المستوى بتاعك فانت لو هتعمل لو هتعمل لو هتعمل لو هتعمل فقال يكن هنقول تمام? بالنسبة للناس اللي هي اه حابة تبدأ من الصفر ازاي بتبدأ وما الى ذلك ازاي بيشتغل? وهكذا فاحنا هنبدأ مسلا من عشان يبقى فيه اه مطعة شوية. هنا طبعا بيقول لك يعني ما هو اه هدف الممارسة بتاعك او يعني كم الممارسة انت حابب تمارس قد ايه في اليوم? هنا طبعا عندك اول حاجة عشر دقيق في اليوم خمستاشر دقيقة في اليوم اه عشرين دقيقة لو انت بقى حابب تبقى مجتهد شوية. فاحنا اللي هكن هنقول اه خمستاشر او عشرين دقيقة خلينا خمستاشر. طبعا هنا طبعا بتعمل اه منبه للوقت. تمام? حاجة تنبهك بيبعث لك في وقت معين يقول لك اه ان الوقت ده وقت التدريب بتاعك اليومي. فقاليا هنا نقول اه تمام? هنا بيبدأ يعمل هنا طبعا بيوفر لك حاجات كتير جدا هنا لو عاوز تاخد اه اه تعمل بال السا برو بتشتغل عليه مش عاوز بتدوس تمام? وبيبدأ اه يدخلك على زي ما شفنا كده في الانترو. هنا طبعا اه بيبدأ يجيب لك اه ويجيب لك كل حاجة فيه. هنا طبعا بيقول لك تمام? اه personalize learning plan based on your progress. يعني هنا بيوفرولك اه خطة بناء على الاعدادات اللي انت دخلتها او البيانات اللي انت دخلتها. تمام? هنا طبعا more training options. هنا بي the ilets. اه هزيمة ال ilets او ان انت يعني تتضرب على ال ilets. real life communication. اه quick learning master intonation. هنا ال intonation دي خاصة بالنطق واللسترس وازاي تزبط النطق بتاعك وما شابه. تمام? نيجي هنا طبعا انا عندي اكتر من حاجة فيه الشريط اه اللي في اسفل البرنامج. هنا عندي ممكن اه study sets. هنا بيقول انا عايز اعمل على حاجة معينة. اه عايز اعمل على ال culture. اه ال ilets. اه food. work music and movies. تمام? فهنا بيوفر لك حاجات كتير جدا تبدأ تشتغل عليها. relationships. العلاقات وما شابه. فبيوفر لك حاجات كتير جدا وميزات موجودة تقدر ان انت تشترك عليها وتخش تشوف كل حاجة. طيب تاني حاجة. يوريك الخطة اللي انت عملتها والاعدادات اللي انت دخلتها وبيوريك كل حاجة انت عملتها من اول ما بدأتنا طبعا. الكلمات الصعبة اللي انت عابلتها اتنين ده دي مبنية على استخدام مؤخر ليا. الكلمات اللي انا متقنها. هي سبعتاشر كلمة. تمام? هنا طبعا بيقول هنا طبعا لو انا حابب اعمل اسم لها الكاتيجوري اه لو انا طبعا حابب اشترك في اي حاجة من دول فانا بشتغل على حاجة معينة. عشان كده دايما بنقول ان هي اللغة مخصصة. ليه انا بدرس اللغة الهدف محدد. تمام? مفيش اكتر من هدف. ولكن الاهداف كلها بتتجمع حولها. يعني لو انا بدرس الانجليش كلغة فقط فانا هلم كل ده معايا. انما لو انا بدرس لمجرد ان انا راح شغل فانا بدرس الكلمات اللي هتفيدني في الشغل. ومع الوقت هيجي لي اللي بتبقى موجودة في وهقدر استخدمها. هنا طبعا الرايف سي. اه الرايف سي هنا. لانا عايز اعمل الاعداد بتاع الاعداد بتاعي متاح للناس والاصدقاء اللي عندي على البرنامج يشوفوه. بس بها زي ما هي او ممكن الغيها وباعمل اد فريزز. تمام? هنا بعد كده هنا عندي الديكشنيري واقدر ابحس عن اي حاجة هنا هنا طبعا هنا طبعا اه كلمات مسلا. فبتعمل تمام? هنا طبعا انا هنا هشلكم اه الخارجي عشان نسمع ونشوف اه النطق ماشي ازاي وازاي اه البرنامج بيصحح لي. تمام كده? اول حاجة هنسمع اه الجملة نفسها وبعد كده انت لو سمعت اكتر من مرة وتمام الدنيا تقدر ان انت تسجي لها هنا طبعا بيجيب لك او النطق بتاعك عامل ازاي اه والدقة وما شابه وطبعا لو انت عاملوا هيوضح لك كل حاجة هنا بيطلع لك الغلطة الوحيدة اللي عندك في النطق اللي هي تمام? فهنا اه الغلطة في الصوت ده فميديك دقة سبعة ويتسعين. وهي كزا طبعا هنا تبدأ تبحس بقى وتشتغل على نفس النظام. مرة تانية عندنا هنا هنا اه لو انت عندك صورة وحابب تضيفها وما شابه كده احنا خلصنا او يعني هنا عندي طبعا اقدر بقى اعمل الاعداد بتاعه وازبط كل حاجة فيه وحط صورة كل حاجة انا عايزها موجودة هنا طبعا آآ ثانية واحدة هنا طبعا هنا بتحط بقى عايز تعمل آآ بتحط جيميل فيسبوك اي حاجة بتعمل وتسجل آآ لو عندك اكاونت اصلا بتقول وبتدوس عليه تمام? بعد كده هنا هنا بتحط بتاعك بعد كده بتحط آآ بعد كده آآ بتعمل بقى الاعدادات اللي انت عايزها اللي انت عاوزها. نرجع مرة تانية آآ هنا بقى لآآ وده البرنامج اللي انت هتشتغل به. آآ هنا طبعا عندي آآ عندي موضوعات اقدر ان انا برضو بعد اما خلص اليوم بتاعي اشتغل على حاجة معينة. هنا مسلا بيقول لي لو انا عايز اتمرن على فبخش هنا بيقول لي part one. prax answering short questions about yourself. فهنا طبعا بخش بلاقي بيقول لي work and studies بيجيب لي موضوعات بيقول لي lesson number one collocations hard work and arrested in or interested in. هنا بيقول لي get ready to speak تمام? وهي بيجيب لي الكلمات وببدأ ان انا اتعامل معي ولكن انا ما منصحش به لو انت لسه مبتدئ تقدر ان انت تشتغل على او الميكون مستويك ويبقى مستويق قوي شوية يعني من تمانين في المية او خمسة وسبعين في المية بدي تشتغل على حاجات عشان هتفيدك. فمسلا هنا آآ بيجيب لي كلمات وبافضل اتابع معيها اسمع النطق وبعد كده اردد وبنشوف زي ما عملت كده في ولكن آآ هنجرب دي هشل المايك ونجرب مع بعض. هنا طبعا لان انا نطقتها بي فانا ما بيين ليش النطق صح وقال لي النطق غلط ولكن انا لما هنا انطقها بي النطق البريطاني هتبان معي. تمام كده? فده بيبين لي هو هنا طالب صوت معين ان انا انطقه صح عشان جديدي آآ الجزئية بتاعتي واعيز يسمع صوت معين تمام? بعد كده بدوس على السهم ده بيوديني على كلمة تمام? انا طبعا آآ بيعمل بقية شوية حاجاته بتفضل تكمل لحد ما توصل لنهاية اللاين ده وبعد كده خلاص انت كده خلاص. وتقدر تخش على برنامك تاني وتكمل او تكمل السلسلة اللي انت فيه. نرجع للميكروفون مرة تانية. نرجع من تمام? بعد كده عندي 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 ناين سكيلز تمام? آآ سكيل ناين نايزلز تمام? هنا بيقول لي انت بتاعك آآ المطلوب اتنين وتسعين في المية وما شابه. آآ فهنا بيعمل لي تدريب على الصوت والفاناريكس طبعا دي كلها حاجات آآ يعني حاجات كده فوق العظمة تقدر ان انت استخدمها في لو انت طالب فيه كليات الاداب والتربية وما شابه آآ تقدر تستخدمها برنامج مفيد جدا جدا جدا. تمام? تقدر ان انت استخدمها بقى وتسمع وتشوف وتدوس مثلا وتخش تشوف آآ عامل ازاي? تمام? هنا طبعا عندك يعني عندك حاجات كتير جدا. يعني حاجات ملهاش حاصة. تمام? انا هنا بقى ارجع للكوتش بتاعي وابدأ ادوس هنا. تمام? وادوس ستورت. تمام? الحاجات اللي هو عمل لي لها اعداد. هنا بيقول لي لسن نومبر وون. آآ بيقول لي تسكرايب اكلاس. تمام? هو انت هنا مطالب ان انت تتكلم. انت هنا بتتدرب على الكلام. فبيجيب لك او تمام? ويتنطقها. وبيبقى هتطلق آآ خط تحت كلمات معينة عشان تنطقها. تمام? ولكن انت بتنطقها كلها تسمع اول حاجة بتدوس على السماعة تسمع بعد كده تدوس على الجملة كلها او تقسمها الجملتين مفيش مشكلة. طيب هنشيل المايك اخر حاجة ونسمع الجملة دي. تمام هنحاول ان احنا ننطق الجملة دي بقدر الامكان. هو هنا طبعا طالب فقط الكلمة اللي تحتها خط او الصوت اللي تحته خط. فهو انت هنا لو نطقت بس الجملة الاولانية فقط وفيها الصوت اللي واحدت تحتي خط ده بيجيب لك النتيجة. تمام? آآ فعاوز تكمل تمام? بتكمل وبتدوس على السهم ده. آآ هنا بيقول لك انت بتكمل الكلام بتقوله. تمام? فنسمع كده. طبعا هنا لازم بيقول لي في كلمات كتير آآ لازم ننطقها فهنا بيطلب مني ان انا اعيد النطق مرة تانية فبيقوق فحاول ان احنا مثلا آآ ننطق الجملتين. طبعا بيقول لي هنا لازم ان تقرأ الكلمات كلها فهو انا عايز اقرأ الحاجات الكتير اللي موجودة فانحاول ان احنا نقرأها بحيس ان احنا نشوف النتيجة عامنا ازاي? طبعا كده? فهو هنا بيركز على الصوت من خلال الجمل اللي انا نطقطها ممكن انا اكون حاجات نطقطها مش موجودة فبيمحيها بحيس انه يسمع الصوت اللي هو طلبه فقط. وبفضل اكمل لحد ما اخلص آآ الميشن بتاعتي بتاعت اليوم وبينقلني على درس تاني. هنا طبعا انت لك عدد من الدروس اليومية طبعا الانلوكت ده بيبقى خاصة بالسابسكريبشن. تمام لو انت مشترك في البرنامج بيفتح حملك وبقى عندك سبعة دروس يومية. آآ طبعا انت وقرارك تقدر ان انت آآ تشحن للبرنامج. آآ طبعا لو انت عاوز تشترك بتشترك آآ الناس اللي هي بتعاني من الاشتراك في البرامج يا جماعة نحاول ان احنا نعمل لكم كل حاجة. فلو مسلا نقول آآ آآ مثلا هنا انا عايزه تلات شهور. تمام? آآ فبدوس هنا بيقول لي بكتب مسلا اي رقم الرقم بتاعي. تمام? اللي هو مكون من ستاشر رقم غالبا. تمام? وبدوس كده وبيكمل لي. ولكن احنا هنطبق ده فعليا قدامكم بحيس ان انتو تشوفوا الحاجات كلها صح. صلى الله ونستخدم واحد منهم ونشوف الدنيا هتمشي ازاي ولكن انا هنخاف انهم ما اسحوا فلوس يعني. ولكن ما فيش مشكلة فداكم. تمام? ثانية واحدة نطلع الكريدت. تمام. هنا بنمسح الرقم اللي احنا كتبينه ونكتب رقم صحيح. تمام? ده بيجيب لي بعد كده فبقول له بتاعك كام يا سيدي? تمام? اه بيبدأ يقول لي اكتب الاسمه بعد كده اه البلد بتاعتك ايما بتبقى متحددة تكتب مسلا المكان اللي انت فيه شقة رقم كزا. مدينة كزا. اه هنا طبعا بتكتب على حسب المكان بتاعك. اه الشرقية على حسب مكانك. هنا طبعا بتاعه اربعة اربعة خمسة واحد واحد وبالتالي بعمل وبعد كده بيسحب الفلوس وبيكمل اه يسحب الفلوس مني وبعد كده يقول لي تم الاشتراك في لمدة كزا لمدة تلات شهور مسلا وتم ساحب تمانين جنيه اول يكون على حسب ما هم يسحبوا. وبكده تكون انت اشتراك. اه في النهاية اتمنى يكون التفاصيل اللي انا عرضتها ليكم في تكون عجبتكم. ما تنسوش ان انتو تعضروا تعبي وتعملوا اشتراك في القناة ويتفعلوا زر الجرس وما تنسوش تعملوا شير لزمالكم عشان يستفيدوا. فعليا التطبيق ده انا بستفيد منه كليا لانه هو بيقيم النطق بتاعك وفي كل حاجة انت متخيلها. هنا دي حاجة مش متوفرة في كل اللي موجودة. ويعني لو انت بتدور على ازاي تتقن النطق فعليا تطبيق ده روعة في الحاجات دي. اه شفتوا الكلمات البارزة دي هو هنا عاوز يعمل على على كلمة وكلمة تمام? فبتقول ويتكمل الجملة تمام? فهنا مثلا هنجرب ونسمع مع بعض اخر حاجة. تمام? هنا بيوضح لك كل حاجة ان انت عملت هنا طبعا اه ان انت انا تقطي الجملة صح دي حاجة. وان ان انت تعمل على كلمة وكلمة ستور. شفتوا? واحدة كانت تحت خالص وبعد كده ونت عليت. وبعد كده ستور عليت. وده حاجة اسمها الانتونيشن. ودي الحاجات اللي بتتدرس في الجامعات الخارجية. بتبقى حاجة كده يعني اكتر. اه هنا طبعا بيكلمك على بتاعك صح ولا غلط. بيجيب لك الدقة بتاعته. فبالتالي انت معك تطبيق عالمي بمعنى الكلمة. اه اتمنى ربي يكون. اتمنى ربي يكون الشرح هنا لاعجاب. اشوفكم على خير في فيديو جديد. واسف على الاطالة. والسلام عليكم.